هل تعلم ما الفوز الحقيقي؟ إنه الفوز الذي لا خسارة بعده قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن أراد النجاة من النار فليحرص على الإتيان بجملة من الأعمال أولها وأعظمها أن يعبد الله عز وجل وحده ولا يشرك به شيئا قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن الأعمال التي تنجي صاحبها من النار حسن الظن بالله تعالى والخوف منه والرجاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أربعة يعرضون على الله فيأمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول أي رب قد كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها فيقول فلا تعود فيها ومن الأعمال التي تنجي من النار التجاوز عن المعسرين من المدينين وإمهال الموسرين منهم ففي الحديث كان رجل يدين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه ومن الأعمال التي تنجي صاحبها من النار الصبر على فقد الولد فكلما عظمت المصيبة عظم الصبر المطلوب لها وكلما عظم الصبر والاحتساب عظم الأجر أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله أدعو الله له فلقد دفنت ثلاثة قال دفنت ثلاثة قالت نعم قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار ومن الأعمال التي تنجي من النار الإحسان إلى البنات والرحمة بهن والصبر على تربيتهم فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات فصبر عليهم وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من سعته وطاقته كن له حجابا من النار يوم القيامة ترجمة نانسي قنقر وحاكم الله عليكم